حالة من الشد والجذب يعيشها فرقاء الأزمة الليبي على الأرض وحتى في السماء مطار ميتيجا في العاصمة ما يزال مغلقا ومطار مصراط القريبة يقبع تحت سلطة أقوى الميليشيات الرافضة لعودة المجلس الرئاسي وحكومة فايز السراج لكن مجموعة من كتائب مصراط خرجت عن صمتها وأعلنت في بيان لها دعم حكومة الوفاق وأكدت هذه الكتائب أن جميع المسؤولين في الحكومات السابقة يفتقدون إلى الشرعية التهديدات المواجهة لحكومة فايز السراج بإشعال العاصمة نارا كما جاء على لسان علي بوزعكوك وزير الخارجية في حكومة ترابلس أرد عليها مسؤول ليبي بتأكيده على أنه لا أحد يريد أن يتسبب دخول السراج إلى ترابلس بمزيد من الفوضى أو سفك دماء الليبيين وهذا يعني أن طائرة فايز السراج لن تخاطر بدخول العاصمة ترابلس أو أي مكان آخر بالقوة ما لم يكن هناك اتفاق وإلى تونس وصل أمين عام الأمم المتحدة بنكيمون والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر وفي الأجندة دعم حكومة الوفاق الأسيرة في تونس برلمانياً وللأسبوع الخامس فشل أعضاء مجلس نواب في تبرغ في عقد جلسة التصويت على حكومة الوفاق وسط حالة شديدة من الشقاق ترجمة نانسي قنقر